سؤال هام جدا أنا دلوقتي ولي أمر أعايش في السعودية وولادي في مدارس أمريكين بس يمكن نرجع مصر في أي وقت طبعا كلنا عارفين الظروف بتتغير بين يوم وليلة واحتمال الولاد دول يرجعوا مصر في أي لحظة في ناس كتيرة بتقول لي والله أنا في مصر شايف إن الإي جي مستقر أكتر من الأمريكين علشان مشاكل الـ SAT والكلام ده كله فحول ولادك إي جي أحسن في السعودية علشان لما ينزلوا مصر لو حينزلوا مصر يقدروا يدخلوا أي جي على طول ويبدأ أسهل بالنسبة لهم رأيي إيه أنا بقى في الكلام ده رأيي إن مفيش داعي للكلام ده طبعا الله أعلم يعني أنا مش بقول لحضرتك اسمع كلامي إنما رأيي ده رأيي مفيش داعي للكلام ده لسبب أولا الـ SAT راجع مصر إن شاء الله كده كده خلال سنة خلال سنتين حيرجع الـ ACT فأغلب الظن يعني راجع مصر دلوقتي على طول وحيكون متاح للطلبة ومعترف به والـ ACT زي الـ SAT بالزبط الـ EST اللي هو المصري ده بيتحسن يعني من كل مرة للتانية الامتحان بدأ يكون امتحان أو في الأول ما كانش امتحان كان حاجة تانية دلوقتي بدأ يكون امتحان وهو برضو شبه الـ SAT والـ ACT جدا في رأيي الشخصي خلال شهور التلات امتحانات حيبوا موجودين ومتاحين للطلبة في مصر وخارج مصر وكلهم شبه بعض وحلوين وما فهمش مشكلة والدنيا هتستقرر إن شاء الله الفكرة الأساسية في رأيي إن نظام التعليم الأمريكي عامة أفضل من نظام الـ IG فلو الولاد في مدرسة كويسة في السعودية ويتعلموا بطريقة محترمة من مدرسين كويسين ويوم ما حيرجعوا مصر حدخولوا برضو مدرسة كويسة فيها مدرسين كويسين الأمريكي الأفضل ليهم في رأيي بلاش نحاولهم IG ونشتتهم اللي خبط لهم الدنيا